ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة شرق ليبيا إلى 11300 قتيل وأكثر من 10 ألف مفقود وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية البلسينادي لأرقام الهلال الأحمر الليبية أن الفيضانات أودت بحياة 170 شخصا في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة وأن عدد النزحين في شمال البلاد ارتفع إلى نحو 40 ألف شخص ورجحت الأمم المتحدة في تقريرها ارتفاع حصيلة الضحايا مع تواصل جهود طواقم البحث والانقاذ للعثور على ناجينة وانتشال جثث